السلام عليكم كما العادة موجز اليوم وفي هذا الموجز سنضروه على اربعات المواضيع الموضوع الاول هو المغرب اللي يفوز على فرنسا بنتيجة ساحقة سنضروه على سليم جباري اللي خروج مع واحد صحيفة اسبانية الموندو دي بورتيبو شنو قال وشنو قالت الصحيفة و سنضروه على عبدالسامد الزلزولي اللي بغاتو فراقي من اوروبا واخيرا خروج محامية اشرف حكيمي باول تصريح بعد تفجير قضية الاقتصاب المتهم بها المنتخب المغربي للفتصال اقل من 23 عام لعب اليوم واحد المباراة ودياف مركز محمد السادس مع المنتخب الفرنسي فزالي بستا الواحد هذا الشي كيقول بان الخلاف راكين وفتصال في المغرب كيدير واحد نتائج ايجابية ودار واحد القفزة كبيرة جدا المغرب اصبحت من رواد الفتصال في العالم غدا غيلعبوا معهم ماتش ثاني في نفس الملعب ملعب اللي كان في مركز محمد السادس ساليم جباري خرج اليوم مع الموندو دي بورتيفو اوضر على الاختيار ديالو المغرب وعلاش اختار المغرب وعلاش ارفض الدعوة ديال المنتخب الاسباني الدعوة كانت رسمية كان عندهم جوجد الماتشات غيلعبوهم سيفتولي الدعوة فساليم جباري قال قطعا انه بغى يمثل المغرب وقال ساليم جباري دي بورتيفو الاسبانية هاد صحيفة الشائرة قال ليهم باللي الوالد ديالي كان بغاني نلعب مع المغرب وانا لبيت نداء ديال الوالد ديالي اولا ونداء ديال القلب ديالي لانني كنحس انني مغربي صحيفة عن الموندو دي بورتيفو الاسبانية علقات على هاد الموضوع وقالت بان الانجاز اللي داروا المنتخب المغربي في كأس العالم لعب دور كبير جدا بالنسبة المزدوجي الجنسية وقالت بان من داب الفوق مزدوجي الجنسية غا يبدأ ويختاروا المغرب بشكل كبير جدا عبدالصامد الزلزولي بعد ما كان هناك انباء عن ان نادي تشيلسي الانجليزي محتم باللعب الان كيخرج نوتنغام فوريست هاد الفارق جاد جدا في انتداب عبدالصامد الزلزولي وقد شوفوا اسمية رامام شورش ولكن الفرق الانجليزية كتعطي اموال طائلة في اللاعبين ذلك الشي اللي يقدر يزعزع المشاعر ديال الفارق دياله بارسلونة الاسباني هاد الفارق اللي يقدر يفرط في اي لعب مقابل المال كنتمنى انه ما يمشيش لشيفرقة ويرجع البرسلونة الاسباني انتو ما قولنا شنو الرأي ديالكم بالنسبة الاشرف حكيمي المحامية دياله خرجت اليوم باول تصريح بعد القضية التصريح اللي كان مع ماركة الاسبانية والمنسوب الحكيمي غير صحيح باتاتا حكيمي لم يخرج باي تصريح المحامية ديال اللاعب خرجت اليوم باحد تصريح وقالت بان اشرف حكيمي هادئ جدا ومستعد انه يواجه العدلاء هذا هو اول تصريح خرجت بيه المحامية ديال اشرف حكيمي هاد الشي اللي عندنا في هاد الفيديو كانت مننا ليكم نارا سعيدا طالوا فراسكو اشتركوا في القناة